ستشهد الجزائر خلال الأيام القليلة القادمة أربعة فصول ستعيشها مختلف ولايات الوطن حيث سيشهد غرب الوطن وشماله رغوداً وأمطاراً بوضع مصالح الدوان الوطني للأرصاد الجوية تنبيهاً من المستوى الأول باللون الأصفر خاص بتسقط أمطار الرغدية فيما سيشهد الجنوب الجزائري ارتفاعاً محسوساً لدرجات الحرارة قد تفوق 45 درجة مئوية سيكون تغييرات مناخية جنوب الشرق حتى غرب البلاد غرب البلاد ننتظر خلال هذه الليلة وخاصة غدوة الخميس والجمعة حتى بعد الولايات المستوى أمطار رغدية محليين تقدر تكون لباس بها لباس بها بغول كميات تقدر تفوت إلى 20 إلى 30 ميليمتر محليين وكذلك تكون متبوعة بانخفاة فيما يخص درجة الحرارة بينما شرق البلاد هنا تتعرف ارتفاع في درجة الحرارة هي الحرارة هذه أسنى من الجنوب الكبير لأنها ننتظر احتل 48 درجة على منطقة عيصالة أضرار أولف رجان هذه المنطقة على الصحرار البسطة وعلى شرق البلاد الحرارة تقارب 42 إلى 43 درجة موجة الحر الشديد التي شهدتها بعض الولايات الشرقية والشمالية خلال الأيام السابقة يجعلنا نتساءل عن طبيعة هذه الاضطرابات التي يشهدها الطقس في الجزائر بين ليلة وضخاها ومن ولاية لأخرى هي وضعية طبيعية على كل حال وتدخل كذلك في هذه المشكلة حر رغض ومطر هو حال الطقس في الجزائر مع أول أيام الصيف الذي طرق الأبواب أمس ليبقى على المواطن أخذ الحيطة والحذر في كل الحالات